كشفت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة عن إطلاق برامج وعقد شراكات في الفترة القريبة المقبلة بهدف زيادة نسبة البحرين في القطاع السياحي وتعزيز ثقافة البحرينيين تجاه العمل في هذا القطاع وذكرت الوزيرة أن استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 ركزت على تنمية القطاع السياحي بهدف زيادة قدرته على توفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين وأكدت أن وزارة السياحة تحرص على دمج المزيد من الشباب في القطاع السياحي نظراً لقدرة هذا القطاع على توفير فرص العمل المجزية وتشجيع الشباب البحريني على إطلاق مشروعاته الخاصة في المجالات السياحية والترفيهية كما نوهت إلى أن الوزارة تركز على سياحة الشباب من خلال إطلاق مبادرات وبرامج جاذبة للشباب مشيرة إلى أن كلية فأتلت للضيافة وهي الضراع التنفيذية لوزارة السياحة تعمل من أجل استقطاب المزيد من الشباب البحريني ودمجه في القطاع السياحي والترفيهي وأن نسبة البحرين بين طلبات الكلية بلغت 66% معتبرة أن هذه النسبة تبشر برفض مزيد من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالقطاع السياحي